موسيقى تأتي استضافة مملكة البحرين بشكل سنوي لفعاليات الفرمو الواحد انطلاقا مما تتمتع به البحرين من خبرات تراكمت خلال السنوات الأخيرة فضلا عن كونها موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط وفي هذا الإطار أكملت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها للمساهمة في إنجاح الفرمو الواحد ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الحدث الرياضي العالمي جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفرمو الواحد والتي اعتادت مملكة البحرين استضافتها سنويا باعتبارها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وفي هذا الإطار أكملت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها وجاهزيتها للمساهمة في إنجاح الفرمو الواحد قامت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بعمل اجتماعات مسبقة مع جميع الجهات المشاركة في المطار وذلك من أجل تسهيل دخول الوفود المشاركة في السباق وضيوف السباق وأيضا بالإضافة إلى الشحنات الخاصة بالفرق المشاركة وبالتوازي مع الخدمات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطط الطوارئ والخطط البديلة وتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة فإن بقية الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أكملت استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال زوار مملكة البحرين لحضور هذه الفعالية الدولية الكبرى بعد الاجتماعات التنسيقية بين إدارة الحلبة والإدارة العامة الدفاع المدني تم توصل عدة فرضيات تم التدرب عليها وهذه الفرضيات تكون فرضيات أخلاء لا قدر الله في حال حدوث أي شيء وبناء عليها تم نشر الآليات داخل وخارج الحلبة بحيث تستجيب لأي حدث في أخصر وقت ممكن والله التجهيزات هي طبعا دايما الكابينات تكون قاملة على عددها القامل ثاني شيء فيه موظفين يكونون مسؤولين على الجهة التوزيع اللي هم حق الفرمولة كما عملت شؤون الجمارك على تخليص المعدات القادمة وتحويلها مباشرة إلى حلبة البحرين الدولية من خلال تخصيص عدد كاف من ضباط الجمارك لإنهاء الإجراءات الجمركية بشكل سلس إحنا البضاعة والمتواصلنا نتأكد من السيل على شاحنة قبل لا ينزلونا وهنا منطقة تنزيل وعقما ينزل البضاعة نشايك المباييسات وذي مطابقة مع الفواتير كل شيء مع البضاعة ونمشيها عشان يستلمونها وهكذا تثبت البحرين أنها ماضية قدما في تسجيل العديد من قصص النجاح على الصعيد الدولي وإذا كان مجرد انعقاد هذه الفعالية الدولية على أرض البحرين مصدر فخر واعتزاز فإن التميز في حسن التنظيم يشكل قيمة مضافة لمكانة البحرين الدولية حلبة البحرين الدولية باتت المعلمة الرياضية الأهم في المملكة وتستقبل سباق الفرمولا واحد في ظل اهتمام عالميا كبير بهذا النوع من السباقات وحلبة البحرين تتفرد بالعديد من المزايا والخصائص الفريدة التي جعلتها من أفضل حلبات السباقات العالمية يحيى العمري وضح هذه المزايا بخاصية ثريدي في التغرير التالي حلبة البحرين الدولية المعلم الرياضي والسياحي الأهم في المملكة تلقى اهتماما محليا وعالميا كبيرا لما تلعبه من دور هام في رفض القطاع الرياضي والسياحي في المملكة فهذه الحلبة التي وضعت اسم البحرين في مقدمة دول العالم في مجال رياضة السيارات بدأ بناؤها في السابع من شهر نوفمبر عام 2002 واستمر لغاية الخامس من شهر مارس عام 2004 وتم الانتهاء من البناء بعد 16 شهرا من العمل المتواصل وهو رقم قياسي بالنسبة لإنشاء الحلبات مساحة حلبة البحرين تبلغ مليون وسبعمائة ألف متر مربع وتقع بجنوب غرب البحرين وتتميز عن غيرها من الحلبات كونها تضم خمسة مسارات مستقلة عن بعضها وصممت الحلبة أيضا بطريقة جعلتها من الأكثر تميزا وإثارة بين الحلبات العالمية فهي تحتوي على العديد من الإنحناءات المتنوعة وكذلك تجمع على أرضها ست أنواع مختلفة من الحلبات الأمر الذي سمح لها باستضافة أنواع عديدة من السباقات المتنوعة طول العام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون هذا العام ستشارك فيه عشر فرق أي ما يعادل 22 سائقا سيقفون على خط المحر سيارات الفورمولا التي تشارك في هذا السباق جذبت العديد من مشجعيها من مختلف دول العالم ليستمتعوا بالحماسة الكبيرة والأداء المبهر الذي يقدمه المتسابقون بسياراتهم السريعة حلبة البحرين أخذ بعين الاعتبار أثناء تشييدها الإقبال الكبير الذي ستشهده فقد صممت لتتسعى لستين ألف مشاهد يتمتعون بمشاهدة السباق في آن واحد ففي العام الماضي حضر في مجمع الأيام الثلاثة للسباق اثنان وتسعون ألف زائر وبالتأكيد هذا العام سنحظى بالمزيد من الجماهير وذلك مقارنة مع مبيعات التذاكر التي تلقى ارتفاعا ملقوضا تحتوي الحلبة أيضا على برج لسخير هذا البرج الرائع الذي أصبح الآن من العلامات البارزة في مملكة البحرين يحتوي على العديد من الصلاة الرائعة تطل على أجمل المشاهد في مملكة البحرين مما يؤمن مشاهد بنورامية لكافة أرجاء الحلبة سباق الفورمولا ون بات ذا أهمية بالغة في الترويج للقطاع السياحي والفندقي في البحرين وهو ما ينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الوطني بشكل عام كيف لا وهو يحقق في كل عام أرقاما قياسية جديدة في أعداد الجماهير ويروج للمملكة في كافة أقطار العالم